موسيقى 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 أحب أقول كل سنة طيبة ونتائبة وهي تقادم على طول هي قناة جميلة جداً وبنستفد منها جداً دايماً بتابع البرامج اللي هي بتبقى فيها أداسات والصلوات وكده أحب أشوف برامج ثقافية أكتر يعني ياريت نهتم بأن يكون نحن نتعرف على الاكتشافات الجديدة الناس العلماء المؤخرة نوصلوا لإيه كده وأحب كمان أشوف فكرة الأطفال يكون فيها اهتمام أكتر يعني يكون فيه برامج أكتر للأطفال يكون فيه اهتمام أكتر بالحوار معاهم كل سنة طيبة يا ستي في بحب برنامج فنور قوي يعني بيبقى فيه مصدقية سياسية عن برامج جبارة جداً مبروك ودائماً ربنا يبارك في خدمتكو وإن شاء الله من نجاح لنجاح قناة ستي في من قناة اللي أنا شخصاً يعني بحب أتفرج عليها عشان يعني مش كل وقت يعني أنا بالنسبة لي بشتغل وكده مش كل وقت ببقى مثلاً ممكن أنا قدر أنزل أداس كده فيعتبر كنيسة جوه البيت فدي حاجة كويسة جداً بحب أتفرج على برنامج تعل أنباء موسى بحب أتفرج على برنامج في النور يعني بصراحة كلها حاجات كده تخليني دائما مبسوطة أنا وأتفرج يعني قناة جميلة بجد أحب أقول لها كل سنة هي طيبة طبعاً ومن سنة لسنة أحسن وتقدم حاجات أحلى للشباب ولكل الناس بحب أكتر اللي هي البرامج اللي بتهتم أكتر بالبيت تتحلل مشاكل إزاي الحاجات اللي هي اللي هي علاقة بالبيت أكتر كل السنة هي طيبة ويا رب دائماً تبقى من أحسن لأحسن كل سنة هي طيبة ويا رب من أحسن لأحسن وفتقد برنامج شباب على طول أم بموسى طبعاً بيفيد الشباب حاجة أساسية أعمو بشارة دائماً بيفرحنا طبعاً لطفال بستان العقيدة دائماً بيفيدنا أكيد أقول لها كل سنة هي طيبة ودايماً فتقدموا فايداناً كده على طول بحب برنامج فتش الكتب بتاع أبونا داود لمعي وبحب برنامج أبونا موسى أم بموسى بتاع الشباب دائماً بتفرج عليه بقول كل سنة وأنت طيبة سي تي في واستمري دائماً وإحنا بحب أن نتفرج عليك أنا كنت مشاهدة برنامج أم بموسى شباب على طول وكنت متابعة أبونا داود لمعي فتش الكتب وبرنامج في النور من أكتر البرامج اللي بحبها اللي هي في النور كل سنة وهي طيبة وإحنا دايماً عايشين بوجودها وبنتبسط جداً إن إحنا بنتفرج عليها يعني ودي أساس لكل بيت مسيحي بنحبك جداً وبنحب البرامج اللي فيكي جداً وبنحب برنامج البابا وبرنامج النور في الحقيقة تبان وياريت تزاودونا الترنيم شوية وكل سنة أنت طيبة سي دي في وربنا موجود بتقدم برامج حلوة للشباب وكده زي برنامج شباب على طول وفتشه في الكتب لأبونا داود العمعي بس يعني برامجها حلوة بتأثر فينا كل سنة أنت طيبة وربنا موجود أنا سعيد أنا بشوفيها برامج بتعجبني وبتعجب الشباب والأطفال وكده أقول كل سنة أنت طيبة سي تي في وإنا داود العمي بصراحة ليه تأثير كبير في الشباب زينا وكده كل سنة وهي طيبة ويا رب دايما كده في بيت كل مسيحي في مصر وأتمنى لها النجاح والتوفيق في كل وقت يعني داخلت جميع القرى وجميع البيوت اللي في مصر وخرج مصر أبلغها كل سنة أنت طيبة وأتمنى تكون في ازدهار بإذن الله منتشرة وبرامجها نجحة كل سنة أنت طيبة أقول لها كل سنة أنت طيبة ويجعلك من أورا على طول وإنت بتقدم برامج حلوة جداسات وعزات وترانيم بحن قناة تي تي في على امتلاقها لسنة العشرة فعلا قناة أثرت فينا كنا محتاجين قناة دينية روحية إن هي تقدر تنقل لنا وقع الكنسي أو سواء محاضرات دينية أو كده الوحيد في بيته حيث سنو بيسمع محاضرات أو ترانيم أو تسبحة أو كده صار التأثير جامل أول اجتماعيا وعلميا وثقافيا وكل حاجة بصراحة يعني قناة الأسرة أقول لها كل سنة أنت طيبة وفي تقدم للأمام وأحلى مقولة دايما بتتقل فيها ربنا موجود كل سنة أنت طيبين عيد سيد أحنا بنا حبكو بتوصل في الإيتيوبيا بنا حبكو نتفرق عليكم كل سنة أنت طيبين اشتركوا في القناة